حدثنا عفان أخبرنا حماد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت الحسن عن سلمة بن المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته فرفع ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لها وإن كان استكرهها فهي حرة عليه مثلها لها حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن جون ابن قتادة عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على بيت قدامه قربة معلقة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشراب فقالوا إنها ميتة فقال ديباغها ذكاتها حثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن رجل قد سماه عن سلمة ابن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أهل بيت فاستسقى فإذا قربة فيها ماء فقالوا إنها ميتة يا رسول الله قال الأدم تهوره ديباغه حثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة ابن المحبق أن رجلا غشي جرية امرأته وهو في غزو فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه شراؤها لسيدتها وإن كانت طاوعته فمثلها من ماله لسيدتها حسن إسماعيل عن يونس عن الحسن عن سلمة ابن المحبق أن رجلا خرج في غزاة ومعه جارية لمرأته فوقع بها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان استكرهها فهي عتيقة ولها عليه مثلها وإن كانت طاوعته فهي أمته ولها عليه مثلها وقال إسماعيل مرة إن رجلا كان في غزوة حدثناه شيم عن يونس عن الحسن عن سلمة ابن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة ابن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة ابن المحبق أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتى على قربة يوم حني فدعا منها بماء وعندها امرأة فقالت إنها ميتة فقال سلوها أليس قد دبغت فقالت بلى فأتى منها لحاجته فقال ذكاة الأدم ديباغه حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة ابن المحبق أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتى على بيت قدامه قربة معلقة فسأل الشراب فقيلة إنها ميتة فقال ذكاة هادي باغها حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة ابن حريث عن سلمة ابن المحبق قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل إن وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة عليه لسيدتها مثلها حدثنا محمد بن بكر أخبرني أبن جنيج أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارقي عن معاذي بن سعوة الرسبي عن سناني بن سلمة الهوذلي عن أبيه سلمة وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث بدانتين مع رجل وقال إن عرض لهما فانحرهما وغمس النعلى في دمائهما ثم اضرب به صفحتهما حتى يعلم أنهما بدانتين قال صفحتي كل واحدة قال ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك ودعها لمن بعدكم حدثنا عمرو بن الهيثم وأبو داود وعبد الصمد المعنى قالوا أخبرنا هشام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دعى بماء من قربط عند امرأة فقالت إنها ميتة فقال أليس قد بغتها قالت بل قال ديباغها ذكاتها حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب العوذي حدثني أبي قال غزونة مع سناني بن سلمة مكرانة فقال سنان بن سلمة حدثني أبي سلمة بن المحبق أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدركه رمضان له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه وقال سنان ولدت يوم حني فبشر بي أبي فقالوا له ولد لاك غلام فقال سهم أرمي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما بشرتموني به وسماني سنانا